أهلا بكم من جديد حسن فتحي معماري مصري بارز اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني توفي منذ أكثر من ثلاثين عاما لكن بصماته لا تزال راسخة وعابرة للحدود مدريد احتفت أخيرا بشيخ المعماريين العرب وصلت الضوء على إنجازاته المعمارية التي كرست لخدمة الفقراء مدريد تسرد حياة من تعده واحدا من أهم مهندسي العمارة المصرية في القرن العشرين معرض فني لمهندس الفقراء حسن فتحي طرازه المعماري في العمارة الريفية النوبية جلب اهتماما عالميا منذ أربعينيات القرن الماضي وما زال حتى اليوم رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على وفته تصاميم عديدة وصور متنوعة لمشاريع فتحي تعرض في العاصمة الإسبانية وتلقى اهتماما وتقديرا هو مهندس مهم جدا للعالم بأسره ولمجال العمارة العالمية ومع ذلك فهو ليس معروفا بشكل كاف للجمهور في إسبانيا نعتقد أنه من الضروري إقامة معرضا حول مساره وأرثه الذي تركه في تاريخ العمارة هنا تعرض تصاميم العمارة النوبية بموادها البسيطة والمكونة من الطوب اللبن المستمد من قصور القاهرة القديمة في العصرين المملكي والعثماني إن فقراء العالم الثالث هم زبائن الحقيقيون جملة اشتهر بها حسن فتحي وطبقها على أرض الواقع إضافة إلى عشاق العمارة جذب المعرض عددا من المهندسين الإسبان إن بينهم حاصلون على جوائز دولية في فن العمارة مهندس عظيم مثل حسن فتحي في مصر وفي ثلاثميات القرن الماضي كان يثير الكثير من الأسئلة التي تسبق عصره بكثير من الوقت أزور معرض حسن فتحي الذي يعتبر رائدا في البناء في الحقيقة إن المعرض مذهل وكامل من كل النواحي تسليط الضوء على الثقافة العربية ورموزها مشروع حكومي إسباني بدأ نهاية تسعينيات القرن الماضي أطلق عليه البيت العربي على الطراز الأندلسي شيدت الحكومة الإسبانية البيت العربي لتقريب الثقافات بين شاطئي المتوسط ثقافة استوطنت أيبيريا قديما وتعلو منارتها وسط مدريد اليوم موعد حامد العربي مدريد ترجمة نانسي قنقر